قصة مفجر القنابل جورج مينساكي في ربيع عام 1973 قامت مستشفى ناتيوًا للمجانين نيويورك بإطلاق صراح أحد نزلائها لأنهم اعتقدوا أنه مستعد للخروج للمجتمع بعد أن قضى في المستشفى لمدة عقدين تقريبًا وهذا الرجل هو جورج مينساكي المعروف باسم المفجر المجنون والذي روّع مدينة نيويورك لأكثر من 15 عامًا أثناء سعيه المجنون لتحقيق العدالة كان مينساكي من مواليد 2 نوفمبر 1903 بولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة وكان والداه مهاجرين من لتوانيا وقد أصيب مينساكي في حادث صناعي عام 1931 عندما انفجرت غلاية في موقع عمله بالشركة المتحدة الصناعية للضوء والطاقة وهي شركة تابعة لشركة إيديا سوان الموحدة ونتيجة لاستنشاقه الغازات المنبعثة في موقع الانفجار تم تعطيله عن عمله لمدة 26 أسبوعاً ثم بعد ذلك تم إنهاء فدمته في شركة أديسون المحدودة بشكل كامل وعلى الرغم من أن مينساكي قد قدم طلباً للحصول على تعويض لأن الحادث أدى لإصابته بمرض للسل لكن طلبه تم رفضه من حيث للشكل لأنه انتظر وقتاً طويلاً قبل تقديم الطلب فقدم ثلاثة استئنافات على الطلب لكن تم رفضهم جميعاً أصبح مينساكي عاطلاً عن العمل ويعيش مع أخوته مما أدى لشعوره الشديد بالكرهية ضد شركة أديسون الموحدة فقرر أن ينتقم منهم على طريقته الخاصة فقد قرر تم العثور على أول قنبلة صنعها مينساكي فوق حفة نافذة أحد المباني التابعة لشركة إيدياسون المحدودة في نيويورك في يوم 16 نوفمبر 1940 وهذه القنبلة لم تنفجر كما وجد بجوارها ملاحظة تقول إيديسون المحدودة المحتالة هذه من أجلك وقد اعتقدت الشرطة أن واعي تلك الملاحظة لم يقصد مطلقاً أن تنفجر القنبلة وبعد تحقيق سريع مع العمال الساخطين وغيرهم من المشتبه بهم المحتملون تم حفظ القضية من قبل الشرطة لكن بعد مرور عام تقريباً في سبتمبر 1941 تم العثور على قنبلة أخرى غير منفجرة في شارع 19 على بعد بضعة مدان من مكتب شركة إديسون المحدودة بأريف بلازة وكانت تلك القنبلة شابهه في التركيب من القنبلة الأولى وتم وضعها في جورب قديم دون ترك أي ملاحظات وبعد هجوم بيلهابور الذي شنته اليدان على الولايات المتحدة واشتراك الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية أرسل ميتسكا مذكرة للشرطة يخبرهم فيها أنه سيوقف أنشطته طوال فترة الحرب وقال في خطابه سأقدم شركة أديسون المحدودة للعدالة نتيجة لأفعالهم الغادرة ووقع على الرسالة بحرفي إف بي وعلى الرغم من أن رسائل ميتسكا التهديدية استمرت في إزعاج شركة أديسون والشرطة إلا أنه لم يضع أي قنابل أخرى إلا بعد انتهاء الحرب حيث عثر على قنبلة أخرى في 29 مارس 1950 ميلاديا داخل محطة جراند سنترال ستيشن وفي للشهر إلى التالي انفجرت قنبلة في كوشكل الهواتف داخل مكتبة نيويورك العامة تلتها قنبلة أخرى في محطة جراند سنترال وخلال الخمس سنوات التالية زرع ميتسا كما يقرب من 30 قنبلة أخرى في جميع أنحاء نيويورك في مواقع مختلفة مثل محطة بنسلفانيا ومحطة حافلات بوارت بورتيشن ومسرح بروكلين بارامونت وقع راديو سيتي للموسيقى ومجموعة من أكشاك الهاتف المختلفة ونصف تلك القنابل تقريبا قد انفجر مما تسبب في إحداث أكثر من عشر إصابات لكن دون وقوع وفيات بعد حوالي 16 عاما من التحقيقات والإحباط الذي أصاب الشرطة تحول مفتش الشرطة هيرد فياني من مخفر الشرطة إلى جيمس بروسل وهو طبيب نفسي كان متخصص في أعمال التنميط في مجال مكافحة التجسس أثناء الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية وقد وضع بروسل وصفا مقترحا للمفجر المجنون وهي أنه غالبا من أصل شرق أوروبي ويتراوح عمره بين 40 إلى 50 سنة ويعيش مع أقاربه وهو ذو بناء رياضي يرتدي ملابس أنيقة وذو حلاقة مظيفة كما أنه مصاب بجنون العظمة كما توقع أن يكون المفجر يرتدي بذلة مزدوجة الأزرار نشرت الشرطة هذا الملف على نطاق واسع وطلبت من شركة أديسون أن تتحث بين ملفاتها عن موظفين سابقين متطابقين مع هذا الوصف وبعد أن نشرت الشرطة هذا الملف غمرتها للدعاءات المزيفة عن أشخاص يشتبه في كونهم المفجر حتى استطاعت شركة أديسون المحدودة أن تتوصل بين ملفات الموظفين للساخطين إلى شخص يتوافق مع الوصف وفي 21 يناير 1957 وصلت الشرطة إلى منزل منسكي في ولاية كونتيكيت لاستجوابه بشكل روتيني لكن ما أدهشهم أنه اعترف على الفور بكل تفاصيل القنابل التي زرعوها وأنف بيتوان اللعب النظيف كما كانت أوصافه الأخرى تتطابق تقريبا مع الوصف الذي وضعه بروسلس باستثناء أنه لم يكن يرتدي بدلة مزدوجة الأزرار لكن عندما قررت الشرطة استرحابه طلب منهم أن يغير ملابسه وقام بارتداء بذلة بصفين من الأزرار وبعد أربعة أشهر أعلن القاضي أنه مصاب بالفصام وجنون العظمة ومجنون قانونيا